إياه تنصق في البيانات التي تدهي لك ساعتك الذكية؟ من الجر ما تعرف الثلاث حاجات دول ساعت الذكية مثل ووتش و جالكسي ووتشي وغيرها بقت جزء من حياة أغلبنا فيها بتتبع النبض والنوم والتوتر وحتى نسبة الأكسجين في الدم لكن هل هي فعلا دقيقة وبنقدر نعتمد عليها طبيا؟ موظم الساعة الذكية مصممة عشان تديك قراءات عامة أو بتحذرك لو وصلت قياساتك لحدود خطر مش عشان تقوم بالتشخيص الطبي هي تقدر تنبيهك لكن ما تعودش الأجهزة الطبية الحقيقة بالنسبة لدقتها في ساعات زي أبل ووتش بتظهر الدراسات إنها في بعض الياسات زي إياس النبض في أوادر راحة ممكن دقته توصل لـ 90% زي أجهزة المستشفيات لكنها ممكن تخطئ بنسبة من 10% لـ 30% خصوصا مع الحركة الشديدة أما نسبة الأكسجين وتخطيط القلب فنتيجهم أهل ثباتا وتتبع النوم بيكون غير دقيق لأنه معتمد على الحركة وضربات القلب مش على إياس نشاط الدماغ من الآخر الساعات كدليل عام مفيدة جدا لكنها مش للتشخيص الطبي خصوصا مع الحالات الحركة يعني تقدر ترائب منها الصحة العامة مش عشان تشخص بقى الأمراض ولو حسد بقى أي مشكلة فلازم تستشير طبيب متخصص حقيقي خلي بالك ما تنساش تتابعني كل جديد عن التكنولوجيا وليه أنا أحمد طه شكرا